لا تقتصر القيم التي أحياها نالسا مندلا على نضاله ضد العنصريين فقد سبقاه إلى ذلك الكثيرون في جنوب أفريقيا لكن القيمة العظيمة التي أحياها مندلا هي أنه أعطى درسا للعالم كله في كيفية تعامل المنتصر مع من ظلمه عن طريق العفو والسماحة وتجاوز الماضي لبناء المستقبل بينما نسينا نحن قول رسول الله يوم الفتح لكفار قريش الذين آذوه وعذبوا أصحابه اذهبوا فأنتم الطلقاء فكان ذلك سببا في دخولهم الإسلام وإسهامهم في نشر قيمه السامية مندلا جدد مفهوم عالمية الإنسانية في عصرنا فلم يقتصر على التفاعل مع قضية شعبه بل استشعر آلام المظلومين في الأرض دون تفرقة في اللون أو البلد أو الدين ونسينا نحن أن رسول الله وقف لجنازة يهودي وأجاب على من قال له إنه يهودي بقوله أليست نفسا؟ مندلا حارب العنصرية باعتبارها رذيلة ولم يجعل حربه مقتصرة على عنصرية البيط بل رفض أن يقابل السود هذه الرذيلة بعنصرية تجاه البيط ونسينا نحن أن رسول الله رفض أن نجعل من ظلم الآخرين لنا مبررا للاعتداء على أبناء عرقهم أو دينهم مندلا أدرك أن الكراهية هي التي سجنته سبعا وعشرين سنة فقال عند خروجي من السجن أدركت أني إن لم أترك كراهيتي خلفي فإنني سأظل سجينا ونسينا نحن أن رسول الله حذرنا من البغضاء وسماها داء الأمم فقال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر لأجل هذه القيم وأمثالها احترم العالم مندلا وتأثروا به حيا وميتا وبها وحدها يمكن أن يكون لنا دور حقيقي في نفع الإنسانية جمعاء كي تقر بنا عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اهدنا إلى مكارم الأخلاق وردنا إلى هدي حبيبك المصطفى مردا جميلا يا هادي يا رشيد اشتركوا في القناة